أكدت سلطنة عمال التزامها بالتحكم في الزيادة المتوقعة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لمجابهة الأثار السلبية للتغيرات المناخية من خلال التركيز على مشاريع الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة وحفظ الطاقة جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها أمام قمة المناخ المنعقدة في سكوتلندا سعادة المهندس نايف بن علي العبري رئيس هيئة الطيران المدني يسرني في بداية كلمتي هذه أن أنقل لكم وللشعب المملكة المتحدة الصديق تحييات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان والشعب العماني كافة إن سلطنة عمان كغيرها من دول العالم عرضة للكثير من الآثار السلبية للتغيرات المناخية حيث شهدت العديد من الألواء المناخية والأعاصير المدمرة والتي كان آخرها إعصار شاهين الذي ضرب السلطنة بداية شهر إكتوبر الماضي وخلَّف الكثير من الخسائر والأضرار البشرية والمادية في مختلف القطاعات مثل البنية الأساسية والمساكن والمنشآت والمشاريع الزراعية والسمكية بالإضافة للتأثير على النظم البيئية المختلفة إنما تعرَّض ويتعرَّض له العالم من ارتفاع درجات الحرارة للغلاف الجوي والمحيطات وزيادة الأعاصير المدارية المدمرة وذوبان الجليد وتزايد موجات الحر وحرائق الغابات يؤكِّد على أهمية العمل المشترك لجميع دول العالم في التطبيق الفعال لاتفاق باريس بشأن تغيِّر المناخ وبخاصةً ما يتعلَّق بتوفير التوفير التمويلي وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا ولتمكين الدول النامية والأكثر عُرضةً من التصدي للآثار السلبية للمتغيِّرات المناخية تأكيدًا على اهتمام سلطنة عمان بمجابهة التأثيرات السلبية لمخاطر التغيِّرات المناخية والإسهام في الحد من التحديات على المستوى الوطني والدولي وتماشيًا مع أولويات روية عمان عشرين أربعين وتوجَّهها الاستراتيجي لخلق نظم أكلوجية فعالة ومرنة لحماية البيئة واستدامة مواردها الطبيعية فقد قامت بالعديد من الإجراءات في مجالية التكيِّف والتخفيف مع التغيِّرات المناخية ففي مجال التكيِّف فقد أعدت سلطنة عمان استراتيجية وطنية للتكيِّف والتخفيف من التغيِّرات المناخية اجتملت على تقارير ودراسات عن التأثيرات المتوقَّعة على أهم قطاعات التنمية كما نفَّذت العديد من مشاريع التكيِّف مثل إنشاء سدود الحماية من الفيضانات وسدود تخزين المياه ومشاريع الأمن الغذائي والأمن المائي وأمن الطاقة ومشاريع حماية البنية الأساسية من الفيضانات وتصريف مياه الأمطار أما في مجال التخفيف فقد قطعت سلطنة عمان شوطًا كبيرًا في وضع وتنفيذ العديد من الخطط والسياسات والمشاريع الهادفة إلى التحكِّم في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ومنها مشاريع الطاقة المتقدِّدة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالإضافة إلى تنفيذ عددًا من المشاريع خفض الكوربون في قطاع النفط والغاز كمشاريع استعادة الغاز ومشاريع التخلِّص التدريجي من انبعاثات الشُعلة وخفض انبعاثات الميثان كما تُقطت سلطنة عمان في المستقبل القريب لإنشاء بعض من مشاريع الطاقة الخضراء مثل مشروع الهايدروجين الأخضر تأكيدًا على التزام سلطنة عمان بدورها في مشاركة المجتمع في مجابهة الآثار السلبية للتغيُّرات المناخية فقد قدَّمت في شهر يوليو الماضي تقريرها الثاني للمساهمات المحدَّدة وطنيًا إلى أمان اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ والتي أكَّلت فيه على رفع مستوى طموحها في التحكِّم في الزيارة المتوقَّعة لإنبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى 7% خلال الفترة من عام 2020 إلى 2030 وذلك من خلال التركيز على عدل من إجراءات أهمها مشاريع الطاقات المتجددة ومشاريع تعزيز كفاءة وحفظ الطاقة